جزاكم الله خير وأحسن إليكم من جمهورية مصر العربية رسالة بعثة بها مستمع الرمزة يلا اسمه بالحروب طارايمين يقول قالت لي أمي إنها أرضعت بنت خالي مرة واحدة يوم ولادتها فهل يجوز لي الزواج من بنت خالي علما بأننا نقول عند كتابة العقل على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة جزاكم الله خير على سنة الله ورسوله لشيء طيب أما اشتراط المذهب فهذا غير مشروع أن يقول على مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب قلان يكفي أن يقول على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب إخوانه من المجتهدين لأئمة الأربعة وغيرهم لا يخاله كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا قال على سنة الله وسنة رسوله كفى جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من غواحل ليف وأما الرضاع الذي ذكره فإذا ثبت أنها رضعتها خمس رضعات معلومات في الحولين فإنها تحرم عليه لأنها أصبحت اخته من الرضاع حيث إنها رضعت من أمة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسر تحرم الولادة ما تحرم تحرم الرضاع ما تحرم الولادة وهذا في قوله تعالى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّهِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ لما ذكر سبحانه وتعالى المحرمات في النكاح قال وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّهِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ فإذا ثبت أن أمك أرضعتها خمس رضعات في الحولين فإن تكون أختك من الرضع وتحرم عليه أما إذا لم يثبت هذا أو ثبت أنها أرضعتها ولكن لا يدرى كم عدد الرواعات فالاحتياط أيضا تركها ابتعادا عن الشبهة بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبه قوله صلى الله عليه وسلم فمن ابتقى الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحبان فتركها في هذه الحالة يكون من در الشبهات نعم